الرئيس السيسي يدعو كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مذكرة التفاهم بين الانتحادية الديمقراطية وتحرير السودان حول عملية السلام برعاية المخابرات العامة المصرية شكري يشارك اليوم في اجتماع الوزرين ربعي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية الخامس الصباحاً الثالثة بتوقيت جرينتش مجازو الإخبارية أتيكم من القاهرة أهلاً بكم في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من دعم مصاري الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهديئة والسلام والبناء والتنمية وخلال استقباله أقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفطر قائد الجيش الوطني الليبي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة قال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي دعا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مصارات حل الأزمة الليبية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومرحباً بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع عليات حل الأزمة داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات استضافت مصر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحزب الاتحادية الديمقراطية الأصل وحركة تحرير السودان برعاية المخابرات العامة تهدف المذكرة إلى تحقيق السلام في السودان ودعم الفترة الانتقالية وضرورة توسيع الحاصلة السياسية وفتح الوثيقة الدستورية لتواكب متطلبات الانتقال الديمقراطي في السودان والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين ووقع المذكرة على الحزب الاتحادية الديمقراطية جعفر الصادق المرغني وعن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي كما شكل الطرفان لجنة مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مصر حيث شكل الطرفان مصر حكومة وشعبا لحرصهم على استدامة السلام في السودان واستقراره يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء كل من مصر وأردن وألمانيا وفرنسا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية يركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهل لعملية السلام في شرق الأصب صد وتبعاته وسبل الدفع قدما باستئلاف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة لقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين أشهد الدكتور خالد العلاني وزير السياحة والأثار بالعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا في كافة المجالات خاصة مجال السياحة والأثار وخلال استقباله السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتي والمستشار الثقافي الفرنسي ومدير المعهد الفرنسي للأثار الشرقي أشار العلاني لما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق في مجال العمل الأثاري بين البلدين فيما أطلع السفير الفرنسي وزير السياحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشطائية المصرية بدءا من شهر أكتوبر القادم قل رئيس العراقي برام صالح أن الحرب مازالت مستمرة مع الإرهاب وتطرف المتحرك عبر الحدود والكامل في خلايا نائمة هنا وهناك وخلال كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها الخامسة والسبعين أكد رئيس العراقي أنه لا يمكن الاستخفاف بخطورة الإرهاب وعودته وإعادة تنظيمه لفلوله مشيرا إلى أن التراخي أو التهاون أو الانشغال بصراعات في المنطقة سيكون متنفسا لعودة تلك المجاميع الظلامية خرجت تظاهرات غضبة في نيويورك احتجاجا عن عدم توجيه التامات المباشرة بالقتل إلى ضابط شرطة في ولاية كامتكي أطلق النار على شابة من أصول إفريقية تدعى بريلون تيلور وانتقد متظاهرون ونشطاء التهم التي وجهتها هيئة المحلفين الكبرى ضد الضابط المذكور باعتبارها غير كافية حيث اقتصرت التهم على تعريض حياة مواطنين للخطر وطلب المتظاهرون بتوجيه اتهامات جنائية أكثر شدة وعتقال الضباط الثلاثة المتوارضين في إطلاق النار بشكل عشوائي في مارس المعام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على صفحات المتابعة